موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا ها أنا ألتقيكم مجددا بحلقة جديدة هذه الحلقة ستتوقف أمام الحركة أو المسار من فترة الربيع العربي إلى الشتاء العربي قد يتساءل المشاهد الكريم ما هو الشتاء العربي ومن أين أتيت بهذا الاسم نحن نعرف أن هناك ربيع سمي بالربيع العربي وهو زمن الفوضى التي اجتاحت البلدان العربية في العام 2011 لكن الشتاء العربي من أين قيت به حقيقة الأمر الشتاء العربي هو عنوان قرأته في مجلة أتلانتيك الأمريكية فيه عبارة عن مقالة طويلة جدا حاولت هذه المقالة تروج لإطاحة استقرار ما تبقى من دول المنطقة العربية استخدمت هذه المقالة في هذه الصحيفة مصطلحات مثيرة كالمعسكر المضاد للثورات وكأننا أمام ثورة حقيقية تقصد هذه المقالة أو يقصد كاتب المقالة بأن فوضى 2011 كانت ثورات حقيقية وما يجري اليوم من بعض الأنظمة التي حاولت تحصن بلدانها إنما هو الوقوف في ضد أو في وجه هذه الثورة تتحدث هذه المقالة عن الخراب وعن الدمار كأننا كنا أمام صناع ثورات وأن رافضيها هم الذين يعطلون هذه الثورة بمعنى أنها تريد أن تقول الذي معنا والذي ضدنا الذي معنا الذي هو مع الفوضى وهي تسميها التورات والذي ضدنا هو الذي تجاوز هذه الفوضى وحاول أن يخلق نوعا من الاستقرار لبلده بعيدا عن الفوضى المدمرة الفوضى المخربة التي وصلت إليها بعض البلدان كاليمن وسوريا وليبيا هناك من يحاول العودة بالتاريخ إلى الوراء مرة أخرى بالرغم معرفته مما قاله ماركس من قبل قال ماركس أن التاريخ لا يعيد نفسه لأنه لو فعلها أي لو أعاد نفسه لأصبح في المرة الأولى مأساة وفي الثانية ملها وهنا لو التاريخ عاد نفسه فيما يتعلق بنكبات 2011 فهي بدأت في مأساه ولو عاد لأصبحت ملها ما فتئنا نتخلص من السموم التي خلفها ما أطلق عليه الربيع العربي حاولت بعض الدول أن تطرده من الباب لكنه بدأ يعاود من الشباك وتحت أعذار ومبررات لا أساس لها كما حصل مثلا في تونس تونس تقاوزت الفوضى 2011 لكنها اليوم تسقط أمام ضربات الموقعة من قبل الإرهاب الذي يطال أمنها واستقرارها بين الحين والآخر لم يقل لنا كاتب المقال عن أي الثورات يتحدث نحن نعلم أن هناك ثورات ديمقراطية وأخرى تاريخية الثورات الديمقراطية هي التي تحدث التغييرات الإيجابية الخلاقة التي تنعكس على حياة المواطنين سخاء ورخاء وتصبغ حياتهم بالصفاء والنقاء وتدفعهم إلى التقدم وإلى دائرة الفضيلة وليس الرذيلة ففوضى 2011 إذا اعتبرناها ثورات فأين هي الديمقراطية التي جاءت بها هذه الثورات وأين هو التغيير الإيجابي الذي جاءت به هذه الثورات وأين الحياة المستقرة للمواطنين الذي جاءت به هذه الثورات أين السخاء أين الرخاء أين الصفاء والنقاء كل ما لمسناه هو خراب دمار قتل تدمير لمقومات الحياة تدمير للاقتصادات هذه البلدان أصبح المواطن يعيش في غيابا للأمن الاقتصادي والأمن البدني فإذا يمكن تسميتها بأنها ثورات على أي أساس إذا كانت كما قلنا الثورات وكما هو متعارف عليه أنها تأتي بالديمقراطية وتأتي بالتغيير وتأتي بالسخاء والرخاء إلى آخر هذه الأشياء التي ذكرناها فأين هي هذه الأشياء مما حدث إذن هذا يدل دلالة واضحة أن فوضى 2011 لا علاقة لها بالثورة لا من قريب ولا من بعيد نحن كنا أمام ثورات تاريخية وكما هي معرفة بأنها هي التي تقلب النار والدمار وتترك النفوس حزينة والقلوب منكسرة والعقول مسطحة من ذهب لفوضى 2011 على اعتبار أنها ثورة أي يمكن أن نتفق معه على أنها ثورة تاريخية وليست ثورة ديمقراطية وبالتالي كان هؤلاء يحملون عقول مسطحة البعض منهم تجاوز وحاول أن يستعيد توازنه النفسي والعقل وبدأ يراجع نفسه فاعترف بأن ذلك كان فوضى وقد استدرج إلى هذه الفوضى فنأ بنفسه بعيدا وبدأ مراقعة النفس أما من كانت عقولهم مسطحة وحتى الأبد ما زالت هذه العقول مسطحة وما زال يعتقد بأن ما جرى هي ثورة وقد تم تعطيل هذه الثورة وأن ثورته مستمرة سيستمر في الخراب والدمار والقتل والضياع إلى أن يصل إلى لا شيء حتى يصح بعد ذلك لترف لنفسه أنها ليست ثورة اليوم إسرائيل تشن حربا مدمرة حربا طاحنة على قطاع غزة ولاحظوا كيف أصبحنا نتحدث عن قطاع غزة بعد أن كنا نتحدث عن فلسطين وعن قضية فلسطين غدا سنتحدث عن القدس ولن نتحدث أيضا عن غزة سنصغر سنصغر حتى نصل إلى لا شيء في نهاية المطاب هؤلاء أصحاب العقول المسطحة الذين لا يحاولون أن ينأوا بأنفسهم لمواجهة التفكير التخريبي الذي يسعى إلى تخريب مستقبلهم ومستقبل أوطانهم على المدى البعيد ويتحملون فيما بينهم ويتحملون بعضهم البعض لخلق نوع من الوشائق والتواصل الاجتماعي والنفسي والتواصل الذي يحمي المجتمع لكن كل ذلك للأسف الشديد مغيب تماما وهناك جماعات تحاول أن تثور الناس للحقر على حساب البشر والاهتمام بالبشر يأتي بدرجة أساسية يأتي حتى قبل الدين الاهتمام بالإنسان يأتي قبل الدين انظروا ماذا قال هارون عليه السلام حينما عاد إليه أخوه موسى وهو يشده من شعر رأسه ومن لحيته ماذا قال له؟ قال له يا ابن أخي وأمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ترك بني إسرائيل يعبدون العقل وخوفا من أن يتفرقوا إذا زجرهم أو نهرهم وإذا تفرقوا سيعود موسى عليه السلام وقد تفرقوا شذرا مذرا في طرق متعددة لكنه فضل وحدتهم على وحدة العقيدة لأنه من خلال وحدتهم يستطيع أن يدعوهم مرة أخرى إلى الحق وإلى الفضيلة بعض القادة العرب خلصوا بلدانهم من ظلام الأصولية الفتاكة التي أرادت اختطاف البشر والحجر فحاول بعض الكتابات وخاصة في الغرب للأسف الشديد تسوق نفسها لأصحاب العقول المسطحة وبعض الكتابات الطامحة والتي تطمح إلى الصراع تصور هؤلاء القادة الذين حاولوا أن يحافظوا على بلدانهم بأنهم حكام أتقراطيين مطلوب منهم أن يتركوا بلادهم نهبا للسارقين والطامعين من لصوص الأوطان وقطاع الطرق وإلا فهم يعتبروا أنهم صادروا هذه الثورات حين يحاول قادة بعض الدول العربية التي سلمت من الموجة الأولى الكاذبة المدعوة والمزعومة بالربيع العربي يحاول شد البنيان وإعادة اللحمة لدولهم وللإقليم يوصفون بحسب صحيفة أتلانتيك بأنهم حكام سلطويين وأنه ينبغي التمرد عليهم وهناك أيضا من الجماعات الدينية التي لا يهمها الوطن ولا تهمها اللحمة الوطنية بقدر ما تهمها مصالحها وتظل هذه الجماعات الدينية مشدودة للجماعة بعيدا عن الشد الوطني فهي تنسف أوطانها وعندها استعداد أن تحرق أوطانها في سبيل فرد أو فردين من الجماعة وقد سمعنا وسمعتم في كثير من وسائل الإعلام من بعض قيادة هذه الجماعات كيف كانوا يتوعدون ويتهددون بحرق هذه البلدان ويقولون أنهم يستطيعون أن يوقفوا الحرب الدامية التي تقودها الجماعات الإرهابية في ظرف دقائق إذا ما أطلق لهم قائد هنا أو هناك هذه الجماعة هي جزء من المؤامرة الاستعمارية التي فتكت بالوطن العربي وأوصلته إلى حالة من التفكك والتشردم وأوصلت الشعوب العربية إلى هذه الحروب الأهلية الممتدة بشكل يومي وأوصلتنا إلى هذه الأنهار من الدماء الزكية التي تراق على سطح الوطن العربي لصالح إسرائيل التي تستقوي كل يوم وأصبحت اليوم بعد أن كانت محاطة بقيوش عربية ذات قوة وكانت تمتلك من عناصر الردع ما يمكنها بالفعل من أن تخوض معركة مع الكيان الصهيوني في أي لحظة من اللحظات اليوم تم تصفية هذه القيوش ابتداء من الجيش العراقي مرورا بالجيش السوري وكذلك الليبي بالإضافة إلى الجيش اليمني والمؤامرة ما زالت مستمرة على الجيش المصري الجيش العربي الوحيد الذي ما زال يتمتع بقوة توفر الحماية للشعب المصري وتوفر الحماية أيضا لدول الإقليم في إطار البعد العربي القومي الحافظ لكيان هذه الأمة لكن للأسف الشديد هناك استمرار لهذه المؤامرة والأدوات الاستعمارية تعمل صباحا مساء وهناك من الدول الصغيرة الدول التي لا تمتلك حجما تحاول أيضا أن تكون منصة متقدمة لإطلاق السهام وإطلاق النبال ضد الجيش المصري وكما نتابع بشكل يومي قناة القزيرة هذه القناة التي تعمل لصالح الكيان الصهيوني بل هي الكيان الصهيوني ذاته بما تحاول أن تبثه من سموم وفرقة داخل الوطن العربي اليوم هذه القناة ما زالت مستمرة في معادات الأمة العربية وفي معادات القومية العربية وفي معادات العنصر العربي ولن تهدأ هذه القناة إلا بعد أن ترى الوطن العربي وقد مزق إلى كيانات صغيرة أصغر من كيان قطر نفسه الذي تتواجد فيه هذه القناة حينها أعتقد أنها سترتاح وستذهب بعد ذلك للإحتفال بنشوة النصر على تمزيق الأمة العربية وتمزيق القيوش العربية التي كانت هي الحامي الرئيسي والحامي الحقيقي للأمة العربية ولمقدراتها ومقوماتها الأصوليات التي تنتشر في الوطن العربي تعمل ضد الأوطان وتعمل ضد الأنظمة وتعمل أيضا ضد المؤسسات العسكرية والمؤسسات الأمنية وقد رأينا في جمهورية مصر في العام 2011 كيف ذهبت هذه الأصوليات أول ما ذهبت إلى أقسام الشرطة لتحرقها وتحرق كل المواد الموجودة داخل هذه الأقسام من إرشيف يحوي قضايا المواطن المصري لأن هذه الأصوليات تدرك تمام الإدراك بأن وجود الأمن ووجود المؤسسة العسكرية لن يمكنها من الفوضى تبشر هذه الصحيفة بقدوم الشتاء وأن الدورة الثانية من الفوضى آتي لا محالة في تطابق يؤكد أن الصانع واحد الذي صنع الربيع هو الذي سيصنع الشتاء وهنا علينا مواجهة هذه الموجة القادمة ومطلوب مننا جميعا وخاصة من النخب الثقافية والفكرية والسياسية أن تقوم بتوعية الجماهير بالحفاظ على مقومات الأمن والاستقرار ومقومات هذه الأمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة